بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الرد الحادي عشر على الملحدين يقولون إن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية وهذا الكلام غير صحيح ولم يقل به أي عالم متخصص في دراسة التطور هو كلام فقط يصدر عن ملحدين كل علماء التطور بلا استثناء يقولون هي نظرية وليست حقيقة لسبب بسيط أن الحقيقة العلمية يجب أن تعطي أرقام وقياسات وقوانين التطور لا يوجد لدينا أي أرقام يعني مثلا أصل الإنسان لا نعرف ما هو أصله ومتى نشأ وبالضبط من أين التطور لذلك هي نظرية أيها الأحبة أكبر دليل على التطور القرد لإنسان حسب زعمهم كانت جمجمة بيلت داون وبقيت هذه الجمجمة يعتبرونها حقيقة علمية ودليل على تطور الإنسان من قرد أربعين عاما كدليل مادي على أن الإنسان تطور من قرد ولكن بعد أربعين سنة تبين أنها خذعة وأنها جمجمة مزورة نصفها العلوي لإنسان ونصفها السفلي لقرد مع العالم أن معظم علماء التطور وقتها اعتبروا هذه الجمجمة نصرا كبيرا للتطور وتبين أن العلماء الثلاثة البريطانيين الذين اكتشفوا الجمجمة أنهم خدعوا العلماء ولا ندري بقية الجماجم هل هي صحيحة أم مزورة أيها الأحبة يقول العلم الحديث إننا لا ندري كيف نشأت الخلية الأولى لا ندري من أين جاءت الكتلة الأولى التي خلق منها الكون لا ندري من الذي وضع الثابت الكوني الذي لو لاه انهار الكون بالكامل هذا الثابت الكوني أيها الأحبة هو الذي يحدد قيمة توسع الكون وقيمته عشر قوة نائص مئة واثنين وعشرين أي واحد على واحد وبجانبه مئة واثنين وعشرين صفر تصوروا هذا العدد الضئيل الضئيل جدا الثابت الكوني الدقيق جدا جدا لدرجة أننا إذا أردنا أن نقول بأن هذا الثابت جاء بالمصادفة يجب أن نقتنع بأن هناك عشرة قوة مئة واثنين وعشرين أي واحد وبجانبه مئة واثنين وعشرين صفرا من الأكوان كلها عشوائية باستثناء كوننا المنظم الوحيد لذلك الثابت الكوني لو كان أقل بقليل جدا من هذا العدد لما ظهر الكون وانهار على نفسه قبل أن ينشأ أو لم ينشأ أصلا وبالتالي لابد أن يكون لدينا احتمالين الاحتمال الأول أن يكون هناك خالق للكون هو الذي حدد قيمة الثابت الكوني بهذه الدقة الفائقة الاحتمال الثاني أن يكون هناك عدد من الأكوان لا نهائي تريليون 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 مئة واثنين وعشرين صفر تصوروا أيها الأحبة يعني يجب أن تقول كلمة تريليون لتحقق عدد بجانبه مئة واثنين وعشرين صفر هذا العدد الضخم الخيالي الغير موجود أصلا في الكون هذا العدد الضخم الذي يمثل الثابت كوني هو عدد الأكوان التي يجب أن تخلق عشوائيا بالمصادفات ويكون بالصدفة هناك كون جاء كما نراه فيه هذا الإبداع تأملوا كم هو عقل الملحد مضطرب فهو يفضل أن يؤمن بعدد خيالي من الأكوان لا دليل على وجودها ولا يؤمن بشيء بسيط وهو وجود خالق لهذا الكون لذلك أيها الأحبة والله إن نظرية التطور لا يوجد أي دليل علمي عليها حتى الآن لا توجد أي تجربة علمية أثبتت أن هناك كائن تحول لكائن آخر نتيجة التطور لا توجد حتى ما يسمى بالأحافير دليل على تطور كائن إلى آخر الإنسان لا ندري حتى الآن لا يدري العلماء ما هو أصله إذا سألناهم كيف نشأ الإنسان تجد خمسمائة ألف جواب منهم من يقول في أوروبا منهم من يقول في أفريقيا منهم من يقول في غرب أفريقيا في المغرب منهم من يقول كذا منهم من يقول نشأ قبل مليون سنة أحدهم قال قبل اثنين ونصف مليون سنة أحدهم قال قبل مئتين وخمسين ألف سنة كلها نظريات واحتمالات الحقيقة العلمية أيها الأحبة حتى نقول إن نظرية التطور أصبحت حقيقة علمية يجب أن يكون لدينا قياسات تماما عندما نقول قطر هذه الغرفة مثلا سبعة متر أو طول هذا المكان أربعة متر وثلاثين سنة وعرضه كذا وكذا هذه حقائق علمية أما إذا سألتني ما هو أصل الإنسان أقول لك احتمال أن يكون نشأ في أفريقيا احتمال أن يكون جده شبيه بالقرد عاش قبل كذا مليون سنة احتمال كذا مدام هناك نظريات وأفكار إذن نحن نتحدث عن فرضيات ولا نتحدث عن حقائق ويبقى قول الله تبارك وتعالى الذي قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هو الحقيقة العلمية الثابتة والحمد لله رب العالمين